مولدي أنه بعض النقابين يقول لك لن ننتفل لهذه التسخير لأنها غير قانونية ونسأل ماذا لو تم فعلا الالتجاء للتسخير ديما نذكر ونقول لها وثم جلسة فوضية نتمنى أنه نمشيوش لهذا الاذراب العام ويتصير الاتفاق بين الطرفين بما يرضي الطرفين لكن ماذا لو صار لازمشينا في التمشي هذا راو في بلد عنده تقاليد مهمة وعارقة في العمل النقابي بمقتضاء مجالة الشغل وبمقتضاء أنه الثلاثي تعرف أنت المنظمة الدولية العمل أو المكتب الدولي العمل اللي مثله ثلاثة أطراف اللي هو منظمة كونية أو عالمية تري بارتيت فها ممثل الأعراف وممثل النقابات العملية وممثل الحكومات الاتفاقيات الكلها تقضي بكون البلدان اللي تحترم العمل النقابي لا ينبغي أن تذهب إلى التسخير وإلا فإن حرية الإضراب وهذا كحق مكتسب ومكتسب دستوريا يصبح لاغي ما عنده حتى قيمة وبالتالي يكون العمل النقابي ما عنده حتى مفعول يعني المثلة عندها بعدين بعد قانوني وبعد في التقاليد الاجتماعية العمل النقابي باعتبار العمل النقابي هو في جواري عمل اجتماعي وعمل مطلبي في علاقة بالاستحقاقة الاجتماعية وبالتالي البلدان اللي تستعمل التسخير راهي وكأني تضرب في جوهر العمل النقابي تضرب العمل النقابي في جواري وتقصيه وتعرف البلدان اللي ما عندهاش تقاليد عمل نقابي هي أكثر البلدان استبدادية في العالم لأن العمل النقابي في نهاية الأمر يتغذى بالمرجعية السياسية لأن الشأن العمالي والمسألة الاجتماعية والقدرة الشرائية الكل مربوطة بالسياسة الاقتصادية وكل شيء سياسي وبالتالي العمل النقابي يتغذى بالسياسة في حد ذاته وهو في جوهر السياسة ولكن في نفس الوقت لا ينبغي أن يخرج على المضمار المطلبي الاجتماعي لهنا لما تقول لي أن رئيس الدولة مثلا تعليقا على كلام صديق ريار يمد يديه للجميع رئيس دولة بعمره مماد يده حتى الحد المبادرة بتاع الاتحاد في البداية عامين التالي تقريبا كانت تنجم تعفينا شر ما وصلنا إليه لما وصلت لمبادرة بتاع حوار وطني أشجالهم قالهم أنتم لا تفهم ولا في الحوار وحتى الحوار اللي عملتوا في 2013 له حوار ولا هو وطني يقالوا له على ظلنا مين 25 جويل يراه مطلب شعبي ونحن نباركه أما مش على ما نعطوكش سكن على بيار وعطينا خريط طريق قالهم ابحثوا عنه في كتب التاريخ في كتب الجغرافي مش حتى التاريخ طلعوا مرة واحدة يتيمة رأس العام اللي فات وقالتون استسعوا الجميع بعد ابن هارين رجعوا يقسم في التوانسة وقسمنا مرة أخرى إلى الوطنيين الصادقين والخوانة المندسين العملاء إلى غير ذلك وبالتالي أعتقد أنه إذا كان رأس الدولة لا يؤمنوا بالحوار ما ننتظروش الناس الأخرى اللي طالب حقوقها الاجتماعية ومستحقاتها أن تمشي في نهاية الأمر معا من ستتحاور ومع ذلك نشوفه الاتحاد مرة أخرى يجدد في تجربة مهمة جدا تعرف رياض عزية في كل تجارب العالم رأي تعتبر النتيدة مع منها الوطيدة الناتية للسوكل للسوكل الصحيح أنت حاجة يسموه الديمقراطية التداولية لما تلقى مجتمع مدني بكل مكوناته يجي يطرع على السلطة يجي نتحاوره بمبادراتنا نحن المهم أنظم أنت لهذه الكوكبة متاع الوحدة الوطنية هذه نواة تأكوينية للديمقراطية التداولية رئيس الدولة هو الوحيد اللي قاعد يرفض ذاته